للأسف للأسف يعني خبر عاجل دلوقتي للأسف امام عشور رسميا يغيب عن منتخبنا الوطني امام الكنغو بسبب البروتكول الطبي اللي بيحطم راحة اي لاعب يصاب بارتجاج في المخ لمدة ستة ايام وحال تأهلنا ان شاء الله يكون جاهز في دور السمانية حتى لو هو بقى جاهز بكرة او بعده مش هينفع يلعب الا بعد ست ايام بحسب البروتكول الطبي اللي بينص عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم وبالتالي امام عشور خسارة ثالثة لمنتخبنا الوطني في كعس القومة الافريقية بعد محمد صلاح وبعد محمد الشناو ثلاثة من الركائز الاساسية لمنتخبنا بيغيبوا في وقت صعب جدا وكلها لأسباب اضطرارية وإصابات صعبة جدا إصابات صعبة جدا طيب